بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم هذه الآية الكريمة في سورة البقرة نزلت بين آيات الصيام قبل هذه الآية آيات تتعلق بالصيام وشهر رمضان وبعدها أيضا تتمت تلك الآيات فوضع هذه الآية بين آيات شهر رمضان وأحكام الصيام له خصوصية وقد بيّنت الروايات أن الله سبحانه وتعالى خص شهر رمضان بخصائص حيث أنزل وينزل رحمته أكثر من سائر الشهور ويثيب على الأعمال الصالحة أكثر من سائر الأيام ويغفر من الذنوب أكثر مثلا قراءة آية واحدة من القرآن الكريم في شهر رمضان تعادل من حيث الثواب ختم القرآن كاملا في سائر الشهور وفي الخطبة الأخيرة أخير خطبة في شهر شعبان خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر يذكر فضائل شهر رمضان من جملتها نومكم فيه عبادة أنفاسكم فيه تسبيح يعني الصائم حينما ينام الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا النوم فكيف إذا انشغل بالصلاة إذا انشغل بقراءة القرآن إذا انشغل بالعبادة إذا انشغل بالعلم نفسه يكتب له ثواب التسبيح فكيف إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه على كل حال من خصوصيات شهر رمضان أن الدعاء فيه أقرب إلى الإجابة نحن موضوعنا حول الدعاء بس بشكل مختصر هناك مجموعة من النقاط نذكرها حول الدعاء النقطة الأولى الله سبحانه وتعالى رحيم لطيف بعباده بار بهم ولذلك هيئ لهم أسباب الرحمة وأسباب الغفران من مختلف الجوانب كما هيئ للإنسان النعم المادية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كذلك هيئ للإنسان وسائل المغفرة والرحمة يعني الله سبحانه وتعالى في الرحمة المادية رزق الجميع المؤمن والكافر الجاحد المعاند الذي يحارب الله ورسوله الله لا يقطع عنه رحمته إبراه إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام حينما دعا لذريته حينما جاء بإسماعيل إلى مكة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يقول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر دعاء كان خاص بالمؤمنين لكن الجواب من الله سبحانه وتعالى كان قال ومن كفر فأمتعه قليلا يعني أيام الدنيا لا أقطع رحمتي عنه فالله سبحانه وتعالى ابتدأ خلق الإنسان بالرحمة أصل خلقنا هو رحمة من الله سبحانه وتعالى ثم غمرنا بالنعم هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى في دعاء الإمام الحسين في عشية عرفة معروف دعاء يتلوه جميع المؤمنين هناك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يعدد النعم واحدة واحدة فهيئ للإنسان النعم والرحمات المادية وهيئ له النعم والرحمة المعنوية الله سبحانه وتعالى يريد لعباده أن ينالوا الثواب الجزيل لكن الله حكيم عمله ليس اعتباطا ثواب الآخرة اللي هو الثواب الدائم الباقي الذي الله سبحانه وتعالى كرم الجنة هسا الدنيا لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى وفي الحديث لو كان للدنيا قيمة جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى لما سقى فيها كافرا إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في حديث آخر الدنيا ثوابا للمؤمن ولا عقاب للكافر الدنيا عند الله ما لها قيمة لذلك الكافر هم يستفيد من رحمة الله في الدنيا لكن الآخرة الجنة الله سبحانه وتعالى جعل لها القيمة فلأنه لها قيمة اللي يدخلها لازم يكون عنده قابلية مو كل واحد أنت بالشارع تشوفه تفقير تصعده هسا قائنا من كان لكن إذا عندك ضيافة فيها ناس محترمين ما تخلي كل واحد يدخل في هذه الضيافة إذا واحد قذر مثلا وصخ رائحة كريهة تخرج منه تمنع من دخول هذه الضيافة ليش؟ لأنه أنت تكرم ضيوفك وضيافتك أنت تحترمها تحترم نفسك عما بالشارع نفس هذا الشخص إذا يجي طلب منك مساعدة تساعده الله حكيم فالجنة جعل لها قيمة هذه القيمة لا يدخل فيها إلا من كان له قابلية طبعا هي الجنة كلها فضل من الله سبحانه وتعالى لا يدخلها أحد بأعماله وإنما يدخلها بفضل من الله سبحانه وتعالى بس لازم تكون لقابلية بالإيمان والعمل الصالح فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنهيئ كل الوسائل لأن ينال الناس الجنة أرسل الرسل مع أنه الناس يرى حسرتنا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به استهزئون وواتر الرسل في الأحاديث لا تخلو الأرض من حجة أول إنسان خلقه الله هو حجة الله آدم عليه السلام والحجة مستمرة بين نبي ووصي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهيئ جميع وسائل الهداية جعل في الإنسان الفطرة هذه وسيلة للهداية جعل للإنسان عقل هذه وسيلة للهداية أرسل الأنبياء والرسل والأوصياء هذه كلها وسائل للهداية لكن جعل الإنسان مختارا زيان بعديا علم أنت شلون توصل إلى هذه الهداية شلون الصلي شلون الصوم شلون تعبد ربك كيف تعمل ما هي الأمور الحسنة التي توصلك إلى الواقع وإلى رضا الله ما هي الأمور السيئة كلها علمها عبر الأنبياء والرسل وعبر الفطرة وعبر العقل بعضها فمن فضله ورحمته على الإنسان أن خاطب الإنسان ادعوني أستجب لك وبهذا الدعاء أنت ترتقي الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى يرفع درجة هذا الإنسان الدعاء مو فقط في حاجة نحن نتصور أنه عندك حاجة يدعو الله سبحانه وتعالى فمن فضله ورحمته هذا الدعاء للحاجة هذا جزء من أجزاء الدعاء قسم منه الدعاء بدون طلب حاجة أو إذا كان طلب حاجة طلب حاجة معنوية أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك أن يغفر ذنوبك أن يرفع درجتك أنت لما تقرأ دعاء كميل يمكن ما عندك حاجة أو لا تقرأه لحاجة أو في دعاء كميل ما في طلب حاجة مادية أنه أرزقني ببيت أرزقني زوجة أرزقني عمل أرزقني كذا إذا أكهم حوائج حوائج معنوية واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم زلفة لديك مثلا الله سبحانه وتعالى قال أدعوني أستجب لكم الاستجابة شنو هي هذا من فضل الله تدعو الله يستجيب الاستجابة من باب الإفعال من الجواب الجواب ودي باب الإفعال يصير أجابة يجيبه إجابة إجابة الله سبحانه وتعالى إذا واحد دعاه يجيبه كائنا من كان الجواب ليس معنى قضاء الحاجة فورا نحن نتصور الاستجابة يعني قضاء الحاجة فورا ليس معنى الاستجابة 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 يعني جواب من الله زين هذا الجواب شلون يكون الأحاديث تبين قد يكون بقضاء الحاجة إذا عندك حاجة فورا الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتك فورا بعض الأحيان بعض الأحيان يقضي الحاجة بعد مدة يعني جاوبك ولكن الجواب شنو هو أنه سأقضي حاجتك بعد مدة مثلا نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يخاطب الرب سبحانه وتعالى واطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الجواب شنو هو قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون زيان الله قال استجيبت دعوتكما فاستقيما ليش قال فاستقيما؟ في الأحاديث يقول أنه تنفيذ دعاء موسى كان بعد أربعين سنة يوم اللي دعا الله سبحانه وتعالى أجابه لكن التنفيذ بعد إش وقت؟ بعد أربعين سنة فكان جواب كانت استجابة لكن ليس الشيء الذي أجيب به القضاء فورا وإنما القضاء بمهلة بمدة العبد المؤمن حينما يدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب إلى فورا لكن بأي معنى الاستجابة؟ يعني الله يجاوبه لا أنه لا يعتني به فتارة الله سبحانه وتعالى في الدنيا يجيب يعني في الدنيا يقضي الحاجة وإلا جواب فوري أكو في بعض الأحاديث بعض الأحيان الإنسان يدعو بدعاء الإنسان المؤمن ولأنه لا يعلم مصلحته ولا يعلم المفسد التي تترتب على قضاء حاجته الله حبا لهذا المؤمن ورحمة به يأخر استجابة الدعاء إلى الآخرة حينما يكون أحوج يعني الآن يدعو دعاء لكن الله يحب هذا العبد المؤمن يدري أن قضاء حاجته بضررة دنيا أو آخرة بس هذا العبد المؤمن لا يعلم الضرر لأنه ليس محيط بكل شيء أنت مثلا كمثال لتقريب الفكرة إلى الذهن عندك طفل صغير هذا الطفل الصغير يريد يمسك السكين زين أنت تأخذ السكين منه هو يبكي ويطلب منك أن تسلمه هو السكين ليش يطلب منك لأنه ما يدري ضررة عليه أنت هم لو شرحت لما رح يفهم زين فيتوسل بك أنه يعطيني السكين أنت تعطي لا ليش لأنه أنت رحمة وشفقة تعلم بأن هذا العمل بضرر حبك له يمنعك من أن تنفذ ما يريده بس تحاول شنو تسوي ترضي تروح تشتري لحلويات مثلا تودي في نزهة هو أنت ليش رح تشتري لحلويات ليش وديت في نزهة لأنه طلب منك شيء أنت شفت ما في مصلحة غيرت تنفيذ الطلب إلى شيء بصالحه الله يشوف ما في صلاحك استجابة هذا الدعاء في آخر إلى الآخر في الآخر يقول أنت دعيتنا بذلك الدعاء الآن إحنا رح ننفذ هسا مو نفس ما طلبت أحسن منه عندك ذنب رح نغفر إدك استجابة لذلك الدعاء رح نرزقك ثواب اللي أنت ألان أحوج إلى ذلك الثواب من ذلك الوقت وجميع الحوائج اللي المؤمن يطلبها هسا نقول المؤمن نبين ليش الله إما نفس المطلب يعطيه للمؤمن أو أحسن منه يعطيه بس إحنا ما ندري أنت فد يوم من الأيام تشوف حصلت لك فد تجارة مربحة أو واحد شاب مؤمن حصل لها زوجة صالحة أو مؤمن حصلت لها زوج صالح أو واحد في دراستة نجح في الاجتماع نجح هو ما يدري شنو السبب بس إذا هو ما يدري معناه أن الله لا يعلم الله ما مقدر يمكن هذا الشيء استجابة لدعاء اللي ما كان صالح تنفيذ ما أراده الله عوض بشكل آخر إحنا المشكلة ننسى هذا وقت المرحوم الأخ رحمة الله عليه كان عنده محاضرة ذكر في ضمن المحاضرة كلام لطيف قال الملايين يذهبون إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام وماكو واحد إلا وله حاجة فهو كان يقول يقول عادة جميع إذا منقول جميع 100% 90% مما يطلبونه يتنفذ بس مو فورا هذا ناسي بعد سنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنوات الله سبحانه وتعالى يعطي حاجته بس هو ناسي أنه طلب هذه الحاجة في حرم الإمام الرضا في حرم الإمام الحسين عليه السلام بس الله سبحانه وتعالى استجاب إله هذا بشرط الإيمان أما إذا الإنسان لم يكن مؤمنا إما كافر إما فاسق بعض الأحيان إجابة الله سبحانه وتعالى تكون إجابة بالنسبة إلى هذا الشخص شر لو ما كان يدعو كان أحسن له يعني إنسان مذنب بالكبائر عنده حاجة يطلب الحاجة من الله سبحانه وتعالى الله يلعن لعن استجابة لدعاء هذا اللعن استجابة لدعاء جواب من الله سبحانه وتعالى أكو في الحديث الشريف أن عيسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله خاطب ما معناه في الحديث القدسي قل لفسقة بني إسرائيل لا تدعوني والسحط في بيوتكم السحط المال الحرام مال الربا مال الغيش مال اليتيم اللي متصرف به مال السرقة لا تدعوني والسحط في بيوتكم فإني آليت يعني الله يقول آليت أن أجيب من دعاني وقد جعلت إجابتي لدعائكم اللعن عليكم أفرض أنت تتمشي في الشارع واحد إنسان ساقط يطلب منك حاجة أنت تنهره هذا نهرك مو جواب لكلامه جواب لو هو ما كان طالب منك شي أنت مأخذ طريقك وماشي لا تعتني به لكن حينما طلب منك أنت جوابك إلى شنو يكون بنهره هذا اللي يرتكب السحط يأكل السحط الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس في آية أخرى فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا يجي يدعو الله سبحانه وتعالى الله يجيبه لأنه الله وعد أدعوني أستجب لكم ما بي استثناء أدعوني أستجب لكم فالله سبحانه وتعالى جوابه إلى هذا الإنسان شنو يكون بطرده من الرحمن هو يدعو الله لقضاء حاجة الله سبحانه وتعالى يزيد في عقابه في عذابه أنت اللي تعتقد بالله وتدري أنه حاجتك عند الله سبحانه وتعالى ليش تعصي لماذا تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى هذا مرة واحد لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى جاهل هذا أهوى من الذي يعتقد ويعلم بأن الله رقيب عليه ومع ذلك يعارض مع ذلك يخالف مع ذلك يجحد مع ذلك ينكر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذن الإنسان يكون في باله أنه الله سبحانه وتعالى فتح باب رحمته الخاصة والعامة الله سبحانه وتعالى يريد يرحم الإنسان امهيئ كل شيء بأقل جهد من الإنسان الله سبحانه وتعالى يرضى عنه يقبل اليسير ويعفو عن الكثير من صفات الله سبحانه وتعالى أنه غفور غفور فعول صيغة مبالغة يعني كثير الغفران الله سبحانه وتعالى يقول امشي خطوة باتجاه الصحيح احنا كل الأمور نعدلها إلك إذا واحد قضى عمره في العصيان بس توجه إلى الله سبحانه وتعالى أدى حقوق الله أدى حقوق الناس الله سبحانه وتعالى يغفر له كيوم ولدته أمه لكن يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى يستفيد من الرحمات الإلهية الله رحمته عامة من رحمته أن خصص أزمنه لزيادة الرحمة من رحمته أنه خصص أمكنه لزيادة الرحمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ومن أفضل تلك البيوت بيوت الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام ومراقد الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه أماكن الله سبحانه وتعالى يفيض الرحمة فيها فيضا وكذلك أزمنة ومنها شهر رمضان أكو في حديث شريف أن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في سام الراء أصيب بمرض قل إنما أنا بشر مثلكم الأنبياء والأئمة تركيبتهم الجسدية تركيبة بشرية صحيح الله مصطفيهم ومقاماتهم مقامات لا تنال من غيرهم وهي من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم لكن التركيبة الجسدية تركيبة بشرية فمن جملة الأمور البشرية المرض الإنسان يمرض فالإمام الهادي عليه الصلاة والسلام مرض في سام الراء فطلب أحد أصحابه وأعطاه فلوس قال أرسل لي واحد بهذا الفلوس إلى كربلاء إلى الحائر ليدعو لي بالشفاء زين بين سام الراء وبين كربلاء حوالي مئتين كيلومتر أسبوع مسافة ذاك الوقت هذا الراوي يمكن أبوه هشام الجعفري قبض الفلوس حتى يسلم إلى واحد من المؤمنين ليذهب إلى كربلاء ليدعو للإمام الهادي بالشفاء فواحد آخر من الشيعة متعجبا سأل الجعفري قال يرسل أحدا ليدعو له في الحير يعني في الحائر كربلاء وهو يعني الإمام الهادي بمنزلة من في الحير الإمام الهادي هو مثل الإمام الحسين كلهم نور واحد صحيح الإمام الحسين أفضل من الإمام الهادي لكن في العصمة وفي النور وفي الدرجات والمقامات والعلم هؤلاء متساوون نعم بعضهم أفضل من بعض يعني الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الإمام الهادي مثل الإمام الحسين ماكو فرق بينهما إلا أن أحدهما أفضل من الآخر فهو خلي يدعوه ودعاءه مستجاب هذا صارت شبهة في ذهنه ما كان في باله هذه الشبهة رجع يسأل الإمام وهذه مسألة مهمة جدا إذا الإنسان عرضت له شبهة أو طرحت شبهة أو هو الشيطان ألقاه في ذهنه يروح يسأل جواب الشبهة من أهلها من أهل الجواب يعني مو من كل من هب ودب يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل في أمور الدين يعني فهذا رجع يسأل الإمام قال إن فلان علي بن بلال يقول هكذا الإمام قال نعم صحيح هو الإمام الهادي مثل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولكن لله بقاع يحب أن يدعى فيها أكو بقاع الله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى في تلك البقاع والحائر من تلك البقاع بل من أفضل تلك البقاع بل من بعض الروايات يستفاد أنه أفضل البقاع الله سبحانه وتعالى خصص هذا المكان للدعاء يحب أن يدعى في هذا المكان حتى لو إذا الإمام المعصوم يمرض يدز واحد حتى يدعو له في ذلك المكان مقامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام وقبورهم هكذا الله سبحانه وتعالى يفيض الرحمة فيها فيضا هناك أزمنة ليلة الجمعة مثلا الله سبحانه وتعالى يفيض الرحمة فيها فيضا يوم عرفة الله سبحانه وتعالى يفيض الرحمة فيها فيضا ومن شهر رمضان شهر كامل الله سبحانه وتعالى يفيض الرحمة فيضا ففي الحديث الرسول يقول فالشقي من حرم غفران الرب في هذا الشهر يعني الله سبحانه وتعالى قد أشرع كل شي رحمة نفسك هم رحمة نومك هم عبادة لكن إذا واحد لم يستفد من هذا الظرف فهو شقي الله سبحانه وتعالى كان له الفاضل فتح الباب بس هذا ما استفد هذا شقي والشقي مكانه في جهنم فإذا نحاول أنه نستفيد من هذا الشهر المبارك إذا حقوق الناس في ذمتنا نحاول أداء هذه الحقوق لأنه حقوق الناس بمجرد التوبة والاستغفار الله سبحانه وتعالى لا يغفر للإنسان من شرائط قبول التوبة في حقوق الناس أداء الحق إذا واحد ماكي الفلوس الناس هس ألف سنة يروح يعبد الله سبحانه وتعالى ليغفر له الله لا يغفر له يقول لا أغفر لك حتى يغفر لك صاحبك إذا واحد مغتاب الناس الغيبة حق من حقوق الناس ومن الكبائر أيوحب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا فكرهتموه وعلى أسف صار فاكهة المجالس الآن ولما تقول ليش تغتاب يقول شنو أنا ده أكذب كلام صدق هو الصدق لذلك صار غيبة لو كان كذب كان يصير تهمة وإفتراء وبهتان الغيبة الكلام الصادق إفشاء العيب المستور لما يكره صاحبه فهو حقيقة بس مستور يروح يرضي إذا ما يقدر يرضي إما ميت أو في محذور أكبر يعني إذا يروح يقول له اغتبتك راح تصير مشكلة اجتماعية ففي الحديث الشريف أن يستغفر له كلما ذكره وإش وقت ما ذكرته تستغفر له إذا حقوق الناس يؤديها وإذا لا يتمكن من أدائها يحاول أن يؤديها يعني يقرر قرار أنه هذه الحقوق ولو بالتدريج يؤديها كثير من الأحيان نتصور حقوق الناس يعني واحد مثلا سارق لا كثير من الأحيان الآباء والأمهات يظلمون أبناءهم من حيث لا يشعرون يعني مثلا طفل ولد رضيع متعارف أنه النساء يجيبون هدية لهذا الطفل الرضيع ثوب مثلا قماش لعبة أو شي الأم شنو تسوي تشوف ماكو حاجة لهذا هي تشيل هذه الحاجة تروح تهديها إلى مثلا مرأة أخرى أو إلى طفل آخر زين هذا مو جائز شرعا لأن هذا ملك هذا الطفل الرضيع إذا الهدية إلا كان أو هذه الطفل الرضيع مجرد أنه هذه المرأة أم لهذا الرضيع أو لهذه الرضيع أو هذا الأب أب لهذا الرضيع أو لهذه الرضيع ما يجوز لأن يتصرف في ماله بغير مصلحة ذلك الطفل زين كم فعل من هذا الفعل الآباء والأمهات وهم لا يعلمون بأنه ظلم لأبنائهم حقوق الأبناء في ذمتهم كثير إلى ما شاء الله هذه المسألة محل ابتلاء هوا يسألون عنها هدايا للطفل جاية ما ما كو حاجة لذلك الطفل إما كبران مثلا أو أصغر من الطفل أو ما يحتاجون إلى يهدوها لأطفال آخرين ولا يعوضون ذلك الطفل بمال بحيث أنه بقيمة ذلك الشيء الذي يهدوه يشترون شيء آخر لذلك الطفل مثلا هل هل قد حقوق الناس في ذمتنا من الأقرباء من البعداء زيان نحاول أنه أداء تلك الحقوق إذا نعلم إذا ما نعلم طلب الحلية تشوف أخوك تشوف أبوك تشوف أمك تشوف أختها تقول إذا بيننا وبينكم بينكم أكو حقوق فإحنا نتنازل عن حقوقنا وإنتوا تنازلوا عن حقوقكم هناك دعاء في الصحيفة السجادية هذا الدعاء زيان واحد يقرأ خاص في ليالي القدر ولو هو دعاء مطلق يعني مو محدد لليلة القدر الدعاء لأبويه دعاء لأبناء واحد يدعو لأبويه من الأدعية في الصحيفة السجادية دعاء لأبناء وكذلك دعاء التوبة أيضا موجود هذا هم واحد يقرأ في ليلة القدر من ضمن الأدعية أنه إذا أكو حقوق لأولادي في ذمتي وأنا ما مأدي تلك الحقوق يا رب اغفرها لي زيان إذا تدري تأدي إذا ما تدري تطلب الحلية منه إذا هم ما تدري تستغفر الله سبحانه وتعالى ورد المظالم مظالم العباد لأنه مجهول المالك يصير هناك بعض الناس يدفعون مظالم العباد يعني يدفع صدقة بنيابة عن كل من له حق في ذمته وهو لا يعلم هذا بالنسبة إلى حقوق الناس واحد يقرر أنه أي حق من حقوق الناس في ذمته يأديه وأما بالنسبة إلى حقوق الله سبحانه وتعالى إذا تلك الحقوق فيها قضاء قضاء صلاة قضاء صوم كفارة في ذمته مثلا يدفع وإذا حقوق لا قضاء فيها مرتكب معصية أو تارك واجب لا قضاء فيه يستغفر الله سبحانه وتعالى استغفار حقيقي توبة نصوح التوبة النصوح هي التوبة التي الإنسان لا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى والله سبحانه وتعالى غفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب ما دام هذه الفرصة موجودة الإنسان يستفيد منها وإلا الدنيا تنتهي بسرعة البارق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في العمل بطاعاته في شهر رمضان وفي سائر الأشهر وأن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكن نفوس 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 تسكن نفوس